بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين تكلمنا في الحلقة السابقة حول لزوم حفظ الأصالة لدى الإنسان المسلم المسلم الذي يريد أن يحافظ على ثقافته الإسلامية ينبغي عليه أن يحفظ أصالته الدينية وذكرنا أن الأحكام الإسلامية هي أحكام قابلة للتطبيق في كل عصر وفي كل مكان وذكرنا بأن هناك أمواج فكرية أو ثقافية هذه الأمواج تغزو المجتمعات الإسلامية وكذلك سائر المجتمعات المجتمعات بين فترة وأخرى الإنسان إذا لم تكن لديه أصالة ثقافية وفكرية ينجرف في هذه الأمواج ثم بعد فترة حينما تنحسر تلك الأمواج وتأتي أمواج أخرى ينجرف في تلك الأمواج وهكذا وهلم جرة الإنسان إذا كان ذا أصالة فإنه لا ينجرف في الأمواج المختلفة ويحفظ أصالته وتلونه لا يكون حسب الأمواج التي تأتي نكمل الحديث في هذه الحلقة ببيان مصداق نحن الآن مبتلون به كما تعلمون فإن هناك مواثيق في الأمم المتحدة وهذه المواثيق تعتبر مواثيق دولية وهي أعلى القوانين العالمية في عالم اليوم وحتى لها أرجحية على قوانين الدول على أعضاء في منظمات الأمم المتحدة هذه المواثيق الدولية قسم منها مرتبط بحقوق الإنسان وقسم منها مرتبط بصراعات الدول وتبيين حق كل دولة وقسم منها مرتبط بالثقافات وهكذا وهلوم جرة وفي عالم اليوم أيضا كثيرا ما ينتقد الإسلام أو المسلمون أو بعض الدول الإسلامية التي تطبق بعضا من الأحكام الشرعية باعتبار أن هذه الأحكام أو هذه الممارسات تخالف مواثيق الأمم المتحدة وتخالف الأحكام الكلية التي هي تعتبر مصدر الأحكام أجمع زين إحنا إذا الآن إجينا وحاولنا أن نبين أن هذه المواثيق الدولية فيها الغث والسمين بعض الأحكام في هذه المواثيق أحكام صحيحة ويجب أن تنفذ ولو بالقوة خاصة بعض الأحكام في جانب حقوق الإنسان وحرية الإنسان ولكن بعضا من هذه الأحكام هذه إنما هي حسب متطلبات المنتصرين في الحرب العالمية الثانية نحن نعلم أن الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة تشكلت بعد الحرب العالمية الثانية والتي شكلها المنتصرون في تلك الحرب يعني الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق وبعض الدول الأخرى في غياب تام للدول الإسلامية أو إذا كانت بعض الدول الإسلامية من الأعضاء المؤسسين فإنما كانت حكوماتها حكومات غير إسلامية أو حكومات استبدادية لا تمت إلى الشعب وإلى ثقافة الشعب بصلة هؤلاء حينما وضعوا المواثيق الدولية لاحظوا ثقافتهم وأفكارهم من جانب من جانب آخر المصالح المتبادلة بينهم الاتحاد السوفيتي كان يختلف عن الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من الأمور لكن هناك كانت مصالح متبادلة فوصلوا إلى حلول وسط في بعض هذه المواثيق الدولية التي وضعوها فبناء على ذلك هذه المواثيق الدولية إنعكاس لثقافة أو لمصالح الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وكثير من مفردات هذه المواثيق ليست صحيحة وبحاجة إلى تغيير وهي بنية منظمة الأمم المتحدة لم تشكل على الحق لأجل الحق وإنما شكلت على حساب الحق ولأجل مصالح هذه الدول الكبرى ولذا من اليوم الأول انتهاك الحقوق كان من ضمن أساسيات منظمة الأمم المتحدة كما نعلم أن تشكيل مثلا كيان الصهيوني في فلسطين هذا من القرارات الأولى لهذه المنظمة لأن المصالح لهذه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية أو مساوماتهم على حساب الحقوق هذه كانت تقتضي هذا الأمر والآن أكثر من ستين عام هناك انتهاك صارخ للعقل ولمتطلبات العقل من حقوق الإنسان بسبب هذا القرار فالمقصود هذا كمثال ذكرناه مثال واضح فأن هذه المنظمة لم تؤسس لأجل إقامة الحق وإنما لأجل حفظ مصالح المنتصرين في الحرب العالمية الثانية ومساوماتهم ولذا نشاهد مثلا أن من أهم مكونات منظمة الأمم المتحدة مجلس الأمن ومجلس الأمن مشكل من بعض هذه الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 15 دولة وخمسة من هذه الدول دائمة العضوية ولها حق النقض مثلا عندما احتل الاتحاد السوفيتي أفغانستان أكثر دول العالم نددت بهذا الاحتلال ومجلس الأمن أيضا أراد أن يصوت على قرار لكن الاتحاد السوفيتي استعمل حق النقض ما يسمى بحق النقض وهو اللاحق وهو الظلم بنقض إرادة الشعوب ولم يتمكن لم تتمكن هذه المنظمة من إصدار قرار وكذلك نشاهد في الجرائم التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين المحتلة الآن سنوات لم يصدر قرار للتنديد بمظالم الكيان الصهيوني لماذا؟ لأن إرادة دولة يمكنها أن تنقض إرادة جميع الدول الأخرى هذا يدل على أن أصل تأسيس هذه المنظمة من اليوم الأول وحتى في قوانينها لم يكن على طبق الحق وإنما لأجل حفظ مصالح هذه الدول التي انتصرت في الحرب العالمية الثانية هذا الأمر كما هو واضح وبين في المجال السياسي والحقوق السياسية للشعوب كما ذكرنا في مثال أفغانستان وفلسطين كذلك في جانب مواثيق الأمم المتحدة فيها الغث والسمين طبعا هناك بعض مفردات هذه المواثيق مفردات عقلية وجيدة وتحفظ حقوق الناس ولكن بعض هذه المفردات ليست متطابقة مع الحق وليست متطابقة مع مصلحة الشعوب وليست متطابقة مع الثقافة الإسلامية وجعلت هذه المواثيق الدولية سيف على المسلمين طبعا إذا حاكم ظلم إذا ظلمه كان متطابقا مع مصلحة هذه الدول الكبرى فهذه المواثيق عاجزة عن أن تردعه عن ظلمه لكن إذا اختلفت مصالح الدول الكبرى مع مصلحة هذا الظالم فإن هذه المواثيق تكون سيفا مسلطا على رأس هذا الحاكم الظالم يعني هذه المواثيق حتى الصحيح منها تحول إلى أدات وليس إلى وسيلة لإثبات الحق مثلا النظام البائد في العراق كان يظلم شعبه ظلما كبيرا في السبعينات وخاصة في الثمانينات مئات الألوف من الشباب قتلوا في السجون وهناك تعذيب وحشي ومصادر الأموال وهاتك للحرمات ونظام استبدادي بوليسي قل نظيره في العالم ولكن لأن هذا النظام في الثمانينات كان يمثل مصلحة لهذه الدول الكبرى فلم يصدر قرار واحد ضد هذا النظام ولكن حينما حلت التسعينات مصالح الدول الكبرى تعارضت مع مصلحة هذا النظام ومع ممارسات هذا النظام نجد أنه خلال فترة قصيرة صدر أكثر من عشرة قرارات من مجلس الأمن ضد هذا النظام وضد ممارساته القمعية لماذا؟ لأنه مصلحة تعارضت مع مصالح هذه الدول ثم تم تجويع الشعب لأجل مثلا الوصول إلى مصلحتهم الكبرى وهي احتلال العراق كما حدث ذلك المقصود أن المواثيق الدولية وهي سيف مسلط على رقاب المسلمين خاصة هذه هناك فيها مفردات سليمة وصحيحة ولا تتعارض مع الثقافة الإسلامية بل هي من صميم الثقافة الإسلامية في الحرية وما إلى ذلك فهذه القوانين يستفاد منها استفادة مصلحية وهناك مواثيق دولية تتعارض مع مفردات الثقافة الإسلامية الإنسان المسلم الأصيل في هذه الفترة لا يهمه هذه المواثيق وإنما يهمه الشرع وإذا انطبقت بعض هذه المواثيق على الأحكام الشرعية فإنه يمكن أن يستفيد منها لا لآجل أنها مواثيق دولية وإنما لآجل أنها أحكام شرعية أو منطبقة على الأحكام الشرعية فبناء على ذلك يجب علينا أن ندعو إلى تغيير في منظمة الأمم المتحدة هذه المنظمة انتهى دورها وانتهى مفعولها ويجب أن تلغى وتؤسس منظمة أخرى كما أن عصبة الأمم التي كانت في الثلاثينيات من القرن الماضي هذه العصبة انتهى دورها بالحرب العالمية الثانية كذلك ونظمة الأمم المتحدة انتهى مفعولها وانتهت وانتهى مفعول مواثيقها في هذا العاصر والاستمرار فيه يعني مزيد من الظلم والطغيان والإضطهاد والاستئثار في عالم اليوم ينبغي المطالبة بحل منظمة الأمم المتحدة وتشكيل منظمة أخرى هذه المنظمة تراعي ثقافة جميع الشعوب في الكرة الأرضية وتؤسس لنظام العادل بعيدا عن استئثار الدول الكبرى بالخيرات وبالقرار وبعيدا عن حق النقض أو لا حق النقض الفيتو وبعيدا عن فرض الظلم والطغيان وانتهاك حقوق الإنسان في كثير من الدول كفلسطين وغيرها في موضوع الأصالة الإنسان المسلم يراعي ما يتطلبه الشرع طبعا هنا يجب أن نبين نقطة وهي أن هناك في كثير من المفردات خلاف بين المذاهب الإسلامية وبين الاجتهادات وكذلك حتى بين العادات والتقاليد في الشعوب المسلمة ينبغي أن لا نخلط بين الإسلام وبين أساسيات الإسلام وبين أحكام الإسلام وبين الاجتهادات التي هي اجتهادات مقابل النص وبين العادات لدى بعض الشعوب يعني كمثال على ذلك الإسلام أوجب الحجاب الحجاب أو الساتر الساتر بالنسبة إلى النساء أمر واجب ولكن كيفية هذا الساتر لم يعينها القرآن القرآن يقول وليضربنا بخمورهن على جيوبهن ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفينا من زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية فالإسلام أوجب الساتر بلى من دون تزين ولكن كيفية هذا الساتر هناك تقاليد في المجتمعات والشعوب الإسلامية في كيفية الساتر وإذا استوجب يعني استوفت هذه الكيفية الشروط الشرعية المطلوبة فهي كافية ولا يصح أن نفرض على الشعوب المسلمة كيفية خاصة من الساتر باعتبار أن هذه الكيفية مألوفة في مجتمعنا أو من عادات وتقاليد مجتمعاتنا مثلا لعله هناك بعض الكيفيات أفضل من البعض الآخر ولكن إذا كل الكيفيتين أو جميع الكيفيات استوفت الشروط الإسلامية الصحيحة فعليه لا يصح أن نعتبر تقليد أو عادة مجتمع من المجتمعات هو الحكم الشرعي فنحاول أن نفرض هذه الكيفية على الشعوب الإسلامية الأخرى فينبغي ملاحظة أن هناك في بعض المذاهب الإسلامية اجتهادات وهذه الاجتهادات مقابل النصوص الدينية الشرعية يعني تتعارض مع النص القرآني أو تتعارض مع السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل بيته الكرام عليهم الصلاة والسلام هذه الاجتهادات التي هي مقابل النصوص وما أكثرها في كثير من المذاهب الإسلامية وهذه العادات للمجتمعات وما أكثرها من هذه العادات ينبغي أن لا تعتبر باعتبار النهاء الإسلام هذا الاجتهاد هذا اجتهاد من شخص قد يقابله اجتهاد آخر أو يقابله نص فينبغي أن لا يعتبر ذلك الاجتهاد هو الإسلام ويترك النص أو لا يعتبر ذلك التقليد أو تلك العادة في مجتمع من المجتمعات الإسلامية هي الإسلام وما سوى ذلك ما يتعارض مع الإسلام وهذا الخطأ وقع فيه كثير من الذين يدعون إلى حكم الإسلام هؤلاء خلطوا بين عادات المجتمعات وبين الأحكام الشرعية وخلطوا بين اجتهادات بعض الأشخاص أو سوء اجتهاداتهم أو سوء آرائهم وبين الأحكام الشرعية أو الإسلامية لماذا انتشرت بين صفوف بعض المسلمين ظاهرة التكفير لأنه كان لأحدهم مثلا اجتهاد أو سوء اجتهاد وهذا يتصور أنه هو الإسلام وأنه هو الوحي المنزل منزل وعليه لأن الآخرين يعملون بالنص الصحيح أو بالإسلام الصحيح أو لهم اجتهاد آخر يتعارض مع اجتهاده يتصور أن هؤلاء مارقون من الإسلام فيجب قتلهم وتباح دماؤهم أي ظاهرة التكفير من مناشئها هذا الأمر يعني مثلا أحدهم من سوء رأيه يتصور أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بدعة نسأله هل هناك نص في تحريم المولد النبوي الشريف من القرآن أو السنة يقول لا نقول هل هناك نصوص في القرآن تقتضي تبجيل الرسول صلى الله عليه وآله وأحترامه يقول نعم هناك نصوص في القرآن الكريم تقتضي احترام رسول الله صلى الله عليه وآله نقول طيب هناك أكثر المسلمين اجتهادهم أن إقامة المولد النبوي الشريف هو تطبيق للنصوص الدينية التي تأمر بتبجيل رسول الله باحترام رسول الله بذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وأنت رأيك يخالف رأي هؤلاء ومستند رأيك ليس القرآن ولا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وإنما تصورات أو بتعبيرك اجتهادات لبعض الأشخاص فعابر هذا الاجتهاد الخاطئ إن صح تسميته اجتهادا وليس هو باجتهاد وإنما هو رأي سيء سوء رأي وقصور في الفهم يتم تكفير أو تضليل عامة المسلمين الذين بإقامتهم للمولد النبوي الشريف يبجلون رسول الله صلى الله عليه وآله ويذكرونه ويحترمونه ويطبقون كليات النصوص الدينية في احترام رسول الله صلى الله عليه وآله وحينما تناقش مثلا هذا الشخص تقول بأنكم مثلا تصلون الصلاة الفلانية وهي في صحاحكم يعبر عنها بالبدعة نعمة البدعة يقول إن البدعة أقسام بدعة حسنة وبدعة سيئة زين لماذا حينما يصل الآمر إلى المولد النبوي الشريف تعتبره بدعة سيئة لماذا لا تعتبره بدعة حسنة وهو ليس بدعة بالأساس ولكن مجاراتا في الكلام والنقاش والصلاة التي هي أمر موقت من الشارع وتوقيف في كيفيتها تجوز البدعة فيها مثلا وتعتبرها بدعة حسنة وتقول نعمة البدعة فعلى كل حال المقصود أن هذا النمط من التفكير بحيث أن الإنسان يعتبر رأي شخص أو اجتهادة أو فكرة هو الوحي المنزل وما سوى ذلك من آراء من اجتهادات هي كفر أو ظلال بهذه الطريقة وبعيدا عن النصوص الدينية والشرع وكلام الرسول والآيات القرآنية هذه الطريقة مع الأسف انتشرت في بعض من يدعون الإسلام وعبر هذه الطريقة يكفرون المسلمين ويبيحون دماءهم ويقتلونهم ينبغي علينا في المرحلة الأولى أن نعرف ماذا يقول الإسلام بعيدا عن آراء الرجال ثم بعد ذلك إذا وصلت النوبة إلى الاجتهادات نرى أن هذا الذي يدعي هذا الكلام هل هو حقيقة باجتهاد أو سؤراء لأنه قد يكون سؤراء ويعبر عنه باجتهاد وفي المرحلة الثالثة هو أنه نعلم أن إذا كان هناك اجتهادات وكل واحد من المجتهدين بذل جهده ووصل إلى نتيجة هذه النتيجة تمثل رأيه وجهده وليس بالضرورة تمثل الإسلام الحنيف أو الإسلام الصحيح وقد نفس هذا الإنسان الذي كان له اجتهاد يتغير اجتهاده في يوم آخر لأن هؤلاء ليسوا بمعصومين فبناء على ذلك المرحلة الأولى حفظ الأصالة والمرحلة الثانية التمييز بين الاجتهادات أو الآراء أو العادات أو التقاليد بين بينها وبين الأحكام الشرعية الأساسية ومن هذا المنطلق فحينما نحن نقول بأنه يلزم تطبيق الشريعة في البلدان الإسلامية ينبغي أن نعلم أن المراد بالشريعة أولا ثوابت الإسلام وثانيا في الاختلافات المذهبية أو الاجتهادية يمكن لكل أهل الدين أو مذهب أن يطبق عليهم مذهبهم وقاعدة الإلزام قاعدة ذكرها الفقهاء في كتبهم ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أنه قال لو ثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل القرآن بقرآنهم فليس من الصحيح أن نحاول أن نطبق أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية مثلا على اليهود أو على النصارى وليس من الصحيح أن نطبق أحكام مذهب معين في الأحوال الشخصية مثلا على سائر المذاهب نعم هناك بعض الأحكام التي يرتبط بها النظام والتعدد والاختلاف في تلك الأحكام قد يسبب الهرج والمرج فحينئذ هناك بعض الثوابط التي تشترك فيها يشترك فيها الجميع ولكن في أكثر أحكام الشريعة الأمر ليس كذلك يرتبط بالجوانب الشخصية في حياة الأفراد فبناء على ذلك ينبغي علينا أن حينما نطالب بتطبيق الشريعة لا يكون هذا الأمر وسيلة للضهاد المذاهب الأخرى كما أنه الآن كثير من الذين يدعون أنهم يريدون تطبيق الشريعة هؤلاء تصورهم أولا من الشريعة تصور خاطئ يتصورون الشريعة في زاوية ضيقة وهي زاوية الحدود مثلا الشرعية في حين أن الحدود الشرعية هذه لا تمثل إلا واحد بالألف من الآيات القرآنية الكريمة والأحكام الشرعية في الشريعة لا تنحصر بالحدود هذا يعني خطأ منهجي في الجانب الأول في الجانب الآخر أن هؤلاء لم يعرفوا معنى الشريعة وجانب ثالث هؤلاء يحاولون أن يطبقوا رأيهم وبعض الأحيان سوء فهمهم على الجميع ولو بقوة السلاح وهذا النهج كان نهج الخوارج بالأساس وهذا النهج هؤلاء الذين يريدون أن يطبقوه في هذا اليوم في الواقع كثير منهم يتبعون نهج الخوارج حينما يتصورون تصورا مغلوطا عن الإسلام وكل من يخالف تصورهم المغلوط يعتبرونه كافرا يستوجب القاتل فبناء على ذلك المراعاة أن الأصالة الدينية ومن ثم معرفة ما هو من الدين وتمييزه عما هو من العادات والتقاليد والآراء أو الاجتهادات ثم التطبيق الصحيح ومراعاة العدالة في الأمور التي تختلف فيها الاجتهادات إن شاء الله نحاول في حلقة قادمة نفصل في هذا المجال أكثر هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات دعوانا